ممرضون وقابلات وفنيون عالون يرفضون دخول قاعات الامتحان بنواكشوط المشاركة في مسابقة الاكتتاب الداخلية رفضا لما سموها القرارات المفروضة تعليم قبل الدولة الموريتانية والمتمثلة في نظام الأسلاك الذي يصفونه بالجائر والظالم جائر اليوم شاركين في مسابقة الداخلية الفنية العالية عندنا ندار التقدم نتبعنا عن الدولة مانعنا تقدم به اللي أولا طبقت علينا استاتيه اللالم وفي ياسم نظر مجور وبين عنه نظام الأسلاك وبين عنه في ياسم نظر مجور وطرحنا بين رسائد اللي يكون يافرهم مكلاسية تراوي الوزارة من عند وزارة الصحة الوزارة والوظيفة العمومية الوزارة المالية ما شد فيهم أي خبر وعقب استاتيه خال لنظام الأسلاك وخال بنقص الرواتب وخال ياسم نظر وخال دارنا فضعيثنا صحيحة كنا جاءوا تقدمات تامي مشيتهم وزارة الصحة لا أساسها من الصحة كنا دارتنا عني في ترازي ولا قد طلع عني أي تقدم على ما طلع أنا يالت نعود طالع على قاتريم طالع على تقدم الرابع ما شاونه الوزارة الصحة الوزارة الوظيفة العمومية عنا وضعيتنا صحيحة وهي ما يحق بالتالي عندنا يظلمنا بيها اللي شوه تقدمات ما طلع على رواتبنا ورابل بيهم ماتات خالقة بي اللي نحن قاتلوا عن نفضعيتنا سليم لكل فالله راهم شات وقرج لها وعبر المقاطعون عن امتعاضه من نظام الأسلاك معتبيرينه يشكل انتهاكا لحقوقهم بعدما كانوا يعتبرون أن مشانه الرابعة من رواتب الموظفين الناس كانت شكرا أنه لا يعد عنده دعم مالي يرفع من رواتب الموظفين لذلك هو دعم حسب تطبيقه وحسب اللي شفنا من زملائنا كاملين هو أخفض رواتب العمال يعني واحدين منهم من قطع منهم من قطع عمتين واحدين من قطع منهم من قطع حسب بعض رواتب الناس وذلك رافضين كل الرافض للنظام وتأتي هذه الاحتجاجات لعمال الصحة تزامن مع بدي مسابقة دخول مدارس الصحة العمومية بموريتانيا التي انطلقت على مستوى ولايات واكشوت والحوض الشرقي والعصاب وقدماغ وتلرزة بمشاركة 13400 مترشح من ممرضين اجتماعيين وممرضي الدولة وقابلات وفني صحة وسط مقاطعة في بعض الولايات الداخلية اشتركوا في القناة